سأكون رئيساً لجميع الكوريين الجنوبيين عبارة استهل بها الرئيس المنتخب مون جاي إن خطابه السياسي أمام حشد من مؤيديه في ميدان جوانج هوامون في العاصمة سول بعد فوز صاحق حققه في الانتخابات الرئاسية وحصد به أكثر من 41% من أصوات الناخبين بدءاً من الغد سأكون رئيساً للجميع سأكون رئيساً يوحد بين الناس ويخدم حتى أولئك الذين لم يدعموني وصول مون إلى منصب الرئيس في كوريا الجنوبية يأتي في وقت يشتد فيه التوتر مع كوريا الشمالية التي تمضي قدماً في برامجها النووية والصاروخية في تحدي للضغوط الأمريكية وعقوبات الأمم المتحدة ويؤيد مون وهو بالأساس ابن لاجئ هاجر من كوريا الشمالية إجراء المزيد من الحوار مع بيونج يانج مع مواصلة الضغط والعقوبات في اختلاف كبير عن الرئيسة السابقة التي قطعت معظم العلاقات بين البلدين أقدم التهنئة للرئيس الجديد آمل أن يتمكن من توحيد الناس أكثر من ذي قبل وأن يبدل الجهد اللازم لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية آمل أن تتمكن كوريا الجنوبية من الحفاظ على استقرارها من خلال تأمين علاقات دبلوماسية جيدة مع البلدان المجاورة بما في ذلك الصين واليابان وروسيا والولايات المتحدة وفي أول اختبار لسياساته إزاء الجارة الشمالية تحدث الرئيس المنتخب هاتفياً مع رئيس أركان الجيش ليسون جين وبحث معه الأحداث المتعلقة ببيونج يانج حيث أبدى ليسون استعداد الجيش الكوري الجنوبي للتحرك في أي لحظة تقوم فيها كوريا الشمالية بأي استفزازات وبالتوازي مع ملف العلاقات الدبلوماسية يأمل الكوريون الجنوبيون في أن يتمكن الرئيس المنتخب المعروف بنشاطه في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان من محو أثار فضيحة الفساد المدوية التي كلفت الرئيسة السابقة بارك جوينهي منصبها ويتطلع مون من جهته إلى طرح عدد من الحلول للتصدي لأزمة طباط التنمية والبطالة وقضايا الفساد المالي التي ألقت بظلالها على أداء الاقتصاد الكوري في الآوينة الأخيرة